موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة الفضل على المبعوث رحمة للعالمين محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين موشاهدين الكرام سلام الله عليكم أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من الدين والحياة إن الله سبحانه وتعالى لم يتفضل على مريم بلطفه اعتباطا فهذا كلام القرآن فقد حافظت على عفتها بكل وجودها فاستحقت أن تكون أما لعيسى عليهما السلام كما أن النبي يوسف عليه السلام قد فضل السجن على الهوى مع ما كان عليه من الجمال والشباب والرخاء في بيت عزيز مصر فاستحق مقاما محمودا إن الله تعالى يعلم كيفية انتخاب عباده وامتحانهم فعبودية الله هي المعيار وهي الميزان والصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها إنما وصلت لصديقيتها بخالص عبادتها النموذجية لله جل وعلا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة فوصلت كوثر النور رغم قصر عمرها الشريف إلى مراتب معنوية وعلمية وإيمانية توازي مراتب الأنبياء والأولياء وحتى لو استطاع شخص إدراك ذلك فإنه لا يستطيع وصف بيانها كما هو حقها فالأبعاد الوجودية لهذه الحوراء الإنسية والروح الخالصة وخلاصة النبوة والولاية واسعة ولا متناهية وغير قابلة للإدراك وهي بصورة تضع الإنسان في حيرة الصديقة الكبرى عليها السلام أعظم سيدة في تاريخ الإنسانية فخر الإسلام وفخر هذا الدين وفخر الأمة مقامها سلام الله عليها من جملة المقامات التي إما لا يمكن تصورها بالنسبة لبشر أمثالنا أو أن تصورها أمر صعب مستصعب وأنظارنا التي لا تبصر إلا القريب هل ستبصر فجراً إن بلج من جنبة شمس النبوة والإمامة؟ سماء عليا ضمت بين جوانبها كواكب الولاية الوضاءة هي كلمة الله الزاخرة بالمضامين عظمة هذا الكائن وهذا الإنسان الرفيع تثير العجب وكذلك عظمة الرسالة التي أظهرت هذا الكائن عظيم القدر وجليل المنزلة إنها لمعجزة الإسلام إنها لفاطمة الزهراء التي نالت مقاماً رفيعاً فاقت فيه جميع النساء عظمة وقدسية في تاريخ الإنسانية ترى ما هي تلك القوة الباطنية العميقة التي استطاعت خلال مدة قصيرة أن تجعل من هذا الإنسان محيطاً لا حدود له من المعرفة والعبودية والقداسة والكمال المعنوي سلسلة عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلام الله عليها في أيام حزنها صلام الله عليها برفق الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان مع الجزء الأول لهذه السلسلة اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أرحب بضيفي الكريم باسمكم سلام عليكم سماحة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله عظم الله لكم الأجر عظم الله أجركم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ونحن في الأيام الفاطمية الشريفة نتشرف بطرح سلسلة من الحلقات بدءا من اليوم نتحدث فيها عن بعض ما نفهمه من مقام سيدة النساء عليها السلام وذلك من خلال تتبع بعض الأدلة من الكتاب والسنة المطهرة الشاملة لأحاديث أهل بيت العسم عليهم السلام ولا شك أن مقام الزهراء عليها السلام كان ولما يزل مقاما استثنائيا فرض تشريعات استثنائية خاصة بها كما جعل من حضورها حضورا استثنائيا لا يمكن لمقام آخر في النساء أن يدنو منه وذلك لم يكن إجراءا إلهيا عبثيا حاشا لله بل هو داخل ومندك في صميم تسلسل حجية الله سبحانه على خلقه أجمعين فعلى سبيل المثال فإننا نجد القرآن الكريم يوصي ويشدد في وصيته على الأولاد بتعظيم آبائهم وأمهاتهم فأوجب على الولد أن يخفض جناح الذل والرحمة لهما وليس خفض الجناح فحسب بل خفضه بصيغة الذلة والتطامن والانصياع المطلق ثم جعل من ذنبهما مهما عظم ليبلغ حد أمر ولدهما بالشرك بالله عز وجل مع سبق إصرارهما وترصبهما ذنبا لا يوجب على الولد سوى عدم إطاعتهما في المنكر ووجوب مصاحبتهما في الدنيا معروفة بل كانت وصية القرآن مطلقة فيما يخص الأبوين بحيث لا يجوز التعدي على حدودهما ولو بكلمة أف التي قد تكون مجرد زفر للهواء بواسطة الفم كما أن تقدمهما في السن يجعل من الوصية مؤكدة وصارمة هكذا نجد هذا التشديد في الاحترام والمبالغة في الخدمة ينضح من كل حرف في الآيات الدالة على ذلك المفارق أننا لم نرى آية واحدة تحض الآباء على الوصية بأولادهم وما ذلك إلا لأن الفطرة غلابة والجبلة مستحكمة بحيث تنعدم الحاجة إلى هكذا وصية وأما ما ورد على لسان لقمان لابنه فلا يعد كونه أدبا عاما ضمن قواعد سلوكية حرص الإسلام كما كل الأديان السماوية على حسن تناقلها من جيل إلى جيل وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله إلا متمما لتلك المكارم من الأخلاق ومكملا لها وهو الذي بث بين الناس أدب التعاطي مع الوالدين فيما هو واجب وفيما هو مندوب لكننا نجده صلى الله عليه وآله عندما تصل النوبة إلى ابنته الزهراء عليها السلام يبدي للناس ذلك الاستثناء في التعامل الذي كرسته لها إرادة الله عز وجل في حالة تفاعلية بين خير الخلق أبيها وبين روحه التي بين جنبه التي هي هي فقد روى أرباب السير وصححوا هذه الرواية في كل أساليب التصحيح عن نافع عن ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد سفرا كان آخر الناس عهدا بفاطمة وإذا قدم كان أول الناس عهدا بفاطمة هنا جملة من الأسئلة تتبادر إلى الذهن منها ليس على سبيل الحصر أولم تكن فاطمة عليها السلام وفق الجري الطبيعي والتشريعي للأمور هي التي ينبغي لها أن تبادر إلى توديع أبيها كما تبادر إلى استقباله حين وروده لا يمكن لمخلوق آمن بالله ورسوله أن يوجه هكذا ملامة إلى هكذا ملامة إلى السيدة الزهراء عليه السلام بعد إجماع الأمة على أنها يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ففعلها كيفما كان هو رضى الله تعالى ومن الأسئلة أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان بذلك مخالفا والعياذ بالله لنصوص القرآن في حق الآباء على أبنائهم بل لسنته التي بثها بين الناس أبدا لم يكن ولا يكون كذلك وهذا يثبت أن أفعاله ومبادراته تلك مع ابنته كانت بأوامر من ربه كما كانت استكانتها لتوديعه ولقائها عند عودته قبل الآخرين رضى لله تعالى هذا يثبت أيها السادة الأكارم أن سيدة النساء قد حظيت بمقام شامخ اختصه الله بتشريعات خاصة وأمر رسوله صلى الله عليه وآله أن يبث تلك التشريعات على مرأة ومسمع من كل المسلمين إعلاء لشأنها وتبيانا لمقامها ليصبح من حقنا السؤال هل صدعت الأمة معتبرة من تلك الأفعال وعاملت الزهراء عليها السلام ليس بحقها الاستثناء هذا بل بالحد الأدنى من حقوقها ويكاد المتابع يجزم بأن الوصية فيها قد انقلبت لتغدو وصية عليها والله المستعى ومما يلفت النظر ومما يلفت النظر ما أورده الخوارزمي في مقتله من كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله مع عبد الرحمن بن عوف أما لماذا اختص عبد الرحمن أو اختص النبي عبد الرحمن بن عوف بذلك هذا فيه كلام طويل ليس هنا موضع التوسع في تبيان الاحتمالات فيه قال له لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة بل هي أعظم إن فاطمة خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما هنا يدخل الكلام في دائرة خطيرة وعميقة حتما تستعصي على أفهامنا نحن الذين ما لامسنا الولاء إلا بما ينجينا وليس بما يحيينا فالحسن في اللغة هو كل شيء مبهج محبوب مرغوب فيه وهو ضد القبح الذي تأباه النفس السوية والحسن ألقه ذاتي وشعاعه تكويني لا يمكن أن ينفك عنه وقد حبب الله تعالى إلى قلوب العباد كل شيء يرونه حسنة بل ثمة أمور لا يمكن أن يراها جميع الخلق إلا كذلك فهل ثم تعاقل واحد في السماوات والأرض يرى مثلا أن العدل قبيح لا يمكن أن نتعقل ذلك فالعدل حسن على كل حال هذا الحسن الذاتي لو تمثل شخصا لكان بنص رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام ولم يكتفي بذلك فحسب بل قال بل هي أعظم من ذلك ترى ما هو الأعظم من الحسن إلا تضاعف الحسن وسرمديته وقد قدم الله هذا الحسن في كتابه على الصلاة والصوم حين قال وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاطَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وعندما يقول رسولنا إن فاطمة هي الحسن بل أعظم من الحسن فهو يقصد بذلك كل قيم تلك السيدة المادية والمعنوية بحيث تغدو قولا عالميا وقولوا للناس حسنا يصح بعد حديث النبي صلى الله عليه وآله أن نقول للناس فاطمة ودين فاطمة ومنهج فاطمة وعظمة فاطمة فنكون قد قلنا الحسن بل ما هو أعظم من الحسن كيف لا يصح ذلك وقد أكمل نبينا صلى الله عليه وآله الحديث ليقول إن فاطمة خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما وقد صدق الله ورسوله في ذلك ففي العنصر المركزي أبوها خير خلق الله الذي تقلب في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة ما تناسلت البشرية إلا كان في أعرقها شرفا ومجدا إن عقدت نطفتها من ثمار الجنة وأبوها هو الجنة لكن الله يأبى إلا أن تكون نورا على نور على نور من نور فهي أم أبيها بنصه وهي ابنته وروحه التي بين جنبه وهي التي كانت كوثر سيد الأوصياء وأم الأحد عشر كوكبا من خلفها شمس أبيها وضياء قمر بعلها وإشعاعات بنيها هنا يتواضع الشرف ليبحث عن لفظ أسمى منطبق ولا زال البحث باعتقادنا جاريا ولا يملك أحد أن يغلق التحقيق فيه وأما الكرم فلو لم يكن لها إلا أنها روح أبيها التي بين جنبيه لكفى غير أن الكرم الذي حباه الله سبحانه به لم يكن مقتصرا على ذلك فحسب فمن أبواب كرمها لا محدود أنها جادت بنفسها حين ضم الآخرون جميعا فانبرت لتسجل سبقها في أنها أول من دافعت عن الإمامة شخصا ومقاما وبالتالي دافعت عن حق الأمة الممنوح لها رحمة من لدن الله عز وجل ووقفت وحيدة تفيد كرما وجودا على منبر أبيها وفي مسجده وخلف باب بيتها وفي محرابها هكذا تكون الزهراء عليها السلام أعظم من الحسن الذي ألفه البشر فقد أمست غلابة سباقة في بث الحق الذي نكبه الآخرون ولو انتقلنا قليلا إلى ما رواه الذهبي في ميزان الاعتدال والحقيقة لا أدري كيف تملص هكذا حديث من بين يدي الرجل الذي طالما وجدناه مع الأسف متشددا في هذا الباب بالتحديد أي باب مناقب وفضاء الأهل البيت عليهم السلام وما تتبعه للحاكم النيسى بوري في مستدركه بخاف على أرباب الصناع فقد روى الذهبي بسنده عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن آبائه عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لما خلق الله آدم وحواء تبخترا في الجنة وقالا من أحسن منا فبينما هما كذلك إذ هما بصورة جارية لم يرى مثلها لها نور شعشعاني يكاد يطفئ الأبصار قالا يا رب ما هذه قال صورة فاطمة سيدة نساء ولدك قالا ما هذا التاج على رأسها قال علي بعلها قالا فما القرطان قال ابناها وجد ذلك في غامض علمي قبل أن أخلقك بألف عام يقودنا هذا الحديث الجليل إلى البحث في الأصل والأساس الذي ابتنى عليه الخلق بل والوجود بموجوداته هنا في الجنة ما قبل الهبوط إلى الأرض خلق جديد آدم عليه السلام وزوجه أبيحت لهم تلك الجنة رغدا حيث ما يشاءان فهو التقلب في نعيم لا يفنى لا نصب فيه ولا تعب ومن حق هذين المخلوقين أن يتبخترا في ذلك النعيم بحيث لا يتصوران أحدا أحسن حالا منهما وإذا بالنور الغير المعهود لديهما يتلألأ من خلال صورة تحاكي الأصل أخذ هذا النور أخذ بأبصارهما ضياؤه وأصابهما بالدهشة حتما فبادراء إلى السؤال للرب الخالق عن هذه الصورة وإذا بالجواب أنها صورة سيدة نساء ولدك ومن سلالتك وهي أحسن منك ومن زوجك فاستمرا بالسؤال عن تاج على رأس تلك الصورة فكان الجواب إنه بعلها سيد الأوصياء علي عليه السلام ومن غيره الكفء لها من لدن آدم إلى يوم القيام فكان السؤال الثالث عن القرطين والجواب ابناها سيدا شباب أهل الجنة وريحانتا سيد الخلائق كل ذلك كان ليكون موضع استيعاب من آدم وحواء لكن أن يصرح لهم الله أن سيادتها وتاجها وقرطاها ومن قبل خلقها كان في غوامض علم الله عز وجل من قبل أن يخلق آدم بألفين عام فإن ذلك أوجب لديهما فهما أدونه أن الأزمنة والأمكنة تستعصي على الحسابات عندما تكون متعلقة بالذات الكريمة وبعنصر الكمال في تلك الذات فلقد عاشت الزهراء عليها السلام في هذه الدنيا ثمانية عشر عاما كانت لتكون في ميزان السماء دهورا متلاحقة بلحاظ الدور والإنجازات لذلك كان الخلق لهذه الذات الشريفة موغلا في غامض علم الله قبل آدم بألفين عام لا يعلم من سني الدنيا أم من سني الآخرة فقد أوجد الله عز وجل إذن النموذج الأسمى والأكمل والأرقى وجعله يتقلب في العوالم من عالم النور إلى الذر إلى الدنيا فالبرزخ والقيامة والجنة والإيقاع دائما واحد سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ممن علمنا بخلقه وممن لم نعلم ترى هل قرأ الذهبي في ميزان اعتداله جيدا ما سطره يراعه بما يليق بهذا المقام أم لا ننتقل إلى الإربلي في كشف الغمة حين روى عن علي عليه السلام عن فاطمة عليهما السلام أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة من صلى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت في الجنة فصلى الله على فاطمة ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا بزيارتها ولا حرمنا الله الوجاهة بها في الدنيا والآخر معلوم أن الله تعالى تحنن وتلطف علينا حين أشركنا معه بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله كما تلطف علينا رسولنا صلى الله عليه وآله بأن بين لنا أن لا نصلي عليه الصلاة البتراء بل نشرك معه آل بيته حاله كحال إبراهيم وآل إبراهيم فقد منعنا صلى الله عليه وآله من الصلاة عليه منفردا ثم نجده في هذا الحديث يستثني فيبيح الصلاة على فاطمة منفردا باعتبار معين ثم ليكشف ما يمكن أن يتوهم لدى سطحي هنا وبائس هناك ليعتبر أن الصلاة عليها منفردا هي صلاة عليه وعلى آله بحيث توجب المغفرة وتوجب اللحاق به في الجنة ومعلوم أن الصلاة عليها ليست لفظا فحسب بل معرفة حق وأداء واجب فأي مقام لها هذا الذي أوجب لها هذه الخصوصية ثم إننا لو استغنينا عن هذا الحديث وأمثاله ولسنا هناك أبدا فإن المتتبع لسيرته صلى الله عليه وآله مع ابنته يدرك بما لا مراء فيه أن الصلاة عليها محبوبة مرغوبة لديه لأنها نفسه وروحه التي بين جنبه وهي التي حظيت بكل تلك الاستثناءات في التشريع والتكوين فلو بعثنا في عصره صلى الله عليه وآله ووجدنا نصلي على ابنته هل كان لينهانا عن ذلك من يجرؤ على هذا القول يا ترى إنها فاطمة واعلموا أنها فاطمة خطاب ما يزال هديره يملأ الآفاق وسيبقى إلى أن تستقر النفوس إما في الجنة وإما في النار والعياذ بالله صلوات الله وسلامه عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة بنت محمد ورحمة الله وبركاته نصلي على محمد وآل محمد أحسنتم بلعا أحسن الله إليه ورحب بكم مجدداً وبسادة المشاهدين شكراً أن تكون الزهراء سلام الله عليها هي الاستثناء في تعامل النبي صلى الله عليه وآله معها كيف نفهم ذلك سمعت شيء إخي الاستثناء موجود نعم في السلب وفي الإيجاب ما قال له الله للوت أنه نحن سأنجيك ومن معك إلا امرأتك كانت استثناء نعم ولا لا والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصعب استثناء ولا لا صحيح إذا راقبنا تعاطل النبي مع السيدة الزهراء صلى الله عليه نجد الاستثناءات متكررة نعم متكررة عندما أدخلت الزهراء وحيدة كأنثة تحت الكساء مش حاولت أم سلمة أن تدخل صح فجذب الكساء من يدها قال لا مو هم موضعك إنك على خير نعم هذا استثناء أم لا نعم استثناء عندما يوصي رسول الله ومن قبل القرآن الأباء بأبنائهم الأبناء بأبائهم شو يعني يعني واجبات الأبن أن يودع أباه إذا غادر ويشيعه في مغادرته وأن يستقبله في موفاته فيخرج إلى استقباله عندما يقدم من سفر طيب لماذا يجمع المسلمون على أن رسول الله كلما أراد سفرا نعم كان آخر عهده بفاطمة في بيتها وإذا عاد من سفر ومعظم أسفاره كانت غزوات كان يرجع مباشرة إلى بيت فاطمة فيبدأ بها قبل أن يدخل إلى مسجده استفداء هذا شو طيب يا سيدتنا ومولاتنا يا فاطمة وانت واجباتك وفق الجريل القرآن نعم انتبه لكلامك أنا التي يرضى الله لرضاي ويغضب لغضاء نعم نعم استغفر الله ربي واتوبوا لي نعم صحيح طيب شو التفسير التفسير أن النبي أراد أن يظهر لي كرامة أنت شو لك دخلي أنت ترضخ لهذه الكرام أظهر لي خصوصية استثناني ولذا سمها أم أبيها وسآتي على ذكر معنى أم أبيها نعم استثنيت من أنه لم يكن يأتيها ما يأتي النساء ما في شيء اسم الزهراء الحجة على الأئمة كانت تقعد عن صلاتها خمس أو ست أو سبعة أيام حاشا لله عزيزي وهاي نصوصنا موجودة نعم وما وجد من نصوص مخالفة يؤول ويلوى بعنقه هدى الصناعة هكذا تقود صناعة الفقه والحديث وكل كل كل نعم يقودك إلى هذه أذهب الله عنهم الرجس هل من مسلم يقول إن فاطمة غير مشمولة بآية التطهير خلي أحد يخرجه بزنبوط رأسه وهو يقول لي لا بعضهم بيقول نساء داخلين مش داخلين علي بن بيطالب فيه نظر كلام أخوانا العراقيون هتشي حتشي لا ما حدا بيتجرى يقول فاطمة ليست داخل في آية التطهير ولا لا إذا هي لم تدخل الرجس المذهب قابله تطهير مضاعف ويطهركم تطهير تطهير يعني تطهير مادي ومعنو ما هو الرجس كل شيء اسمه رجس مادي ومعنو شو بيقول الله إلا أن يكون دما مسفوحا فإنه رجس ويأتي من يقول لي إن الزهراء يأتيها ما يأتي النساء ما هو رجس ومرفوع عنها ومرفوع بنص الآية هذي يعني مزحة حتى ما سيء التعبير قال قلص يعني صاحبها أو أصحابها فل يرعوه عن سيدة النساء لأننا قلبنا التاريخ شوف قد يتعدى مرؤ على حدود المعصومين فربما لربما يؤجل إلى عقابه أو لعنه إلى الآخر إلا الثنين في الدنيا والآخر الزهراء والحسين صلى الله عليه وسلم ما حدا يمزح معه ما حدا يمزح معه لخصوصية لخصوصية الاستثناء لماذا كان يقف على باب دارها يقول السلام من تشهر السلام عليكم يا أهل بيت النبوة الاستثناء التاريخي كل أناس يدعون لآبائهم إلا بني فاطمة فأني أنا أبوهم وأنا عصبتهم صحيح ولا لا موضع إجماع المسلمين ولا لا هذا استثناء أم لا صحيح الله بيقول دعوهم لآبائهم رسول الله يقول دعوهم لآبائهم إلا أبناء فاطمة أنا أبوهم أبوهم أنا أبوهم وهي أم أبيها هذا السياق الاستثناء إذا بدي أقعد عدد يطول بنا المقام يا ابن أخي وعندما تتكلم عن عظمة الزهرة واقعا مهما حباك الله به من منطق وكلام تجد نفسك ألكن وتعجزك العبارة أنت أمام العظمة نعم كانت استثناء تطلبت تشريعات استثنائية لأنها شخص استثنائي طبعا ما ولد مواليد في الإسلام 13 سنة بمكة وأربع خمس سنوات في المدينة نعم متى تزوجها أميموني بعد بادر ولد الحسن في السنة الرابعة للهجرة أربعة وثلاثة عشر نعم سبعة عشر لاش الرسالة أداش بي 23 سنوات اخرة التشريعات لبني فاطمي مو استثناء هده هل شرع حلق الشعر المولود والتصدق بوزنه فضة او ذهبا الا حين ولد الحسان هل شرع شرعت العقيقة ان يعق عنه الا حين ولد الحسان هدي استثناء ترى تفنن رسول الله بحرمان المسلمين من الاجر طوال سبعة عشر عاما ام لا ان التشريع مرتبط بشخص استثنائي ابن امرأة استثنائي هو ذلك هل رأيت احدا من الابناء المسلمين طلب رسول الله من الله ان يرسل اليه خرقة من خرق الجنة يلف بها يقمط بها المولود الا ان يكون ابن فاطمة كل حياتها استثنائي استثنائي لا لانها العنصر الارقة والاكمل يستوجب تشريعات راقية تتلاءم معه اولم يختص رسول الله بتشريعات دون المسلمين تمام اولم يوجب الله عليه صلاة الليل صلاة الليل ونفلها للمسلمين نفلها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما معه قم الليلة الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نعم يخي الاستثناء حتى بحياتنا الشخصية نعم الان انا اعد معك اسبوعيا على الاقل وفي بعض الاحيان يوميا ارى مني عملي علي اخ وصديق وانا اكثر والله مولينا بحبك وبحترمك وعراسي وعيني وانت اخ وشريك استاذ احمد صدقا انا عم بحكي مش انه انت برأيك اذا جئتني ضيفا الى بيتي ما انا كل يوم عم شوفك يكون استقبالي اليك متل استقبال واحد بنفس مستواك من الصداقة صلي خمس سنين ما شفته اكيد لا لا انت بتقبل صح انه يجي اخونا الدكتور الكربلاء اللي بعلمك منه اللي بحبه انا وياك الله يتمم عليه الشفاء بحق محمد امين رب العالمين الان اذا جاء اخونا الدكتور معمر مثلا صح لهم بستقبلوا متل ما بستقبلك ما انتو ما عيناي اللي تاني ابصر ابصر بك سلمت عيناك اهي دا امر طبيعي ان يكون ثمة استثناء لحال استثنائي وهي بعد المسافي او بعد المشقة او بعد الرؤية او الامر الطبيعي لامرأة يقول عنها الحديث الشريف انها في غامض علم الله صورت وخلقت قبل ان يخلق ادم في الفي عام لا يعلموا من سنية الدنيا ام من سنية الاخرة لاش كان في شامس اونيكي حتى نعمل توقيتات علي او امر ما كان فيه فالسنية الاخرة او سنية جنت ادم ادم حتما غير سنينة ليش ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرف ولا تضحى لا تضحى يعني ما فيه شامس فيه ضياء فيه شيء انارة اه اه غير شكل والانارة تختلف قد تكون من شمس وقد تكون من غير شامس فيه انارات كونية يعني هلأ اذا بتروع بلوتو بتعرف كي بتشوف الشامس مثل النجمة لا توجب حرارة وإنما أقصى ما فيه أنها توجب جذباً بحكم قوتهم تختلف وين كانوا بأي جنة كانوا بس هناك في ذلك العالم هذا المخلوق الاستثنائي ما بيقدر يكون إلا محبوب من الله بتشريعات استثنائية منذ انعقاد مطفتها يعني هو رسول الله إذا كانت الطهارة شخصاً كانت رسول الله بل أعظم ليش تعمد الله عز وجل أن يعطيه ليلة أسري به إلى السماء تفاحة تنعقد منها نطفة فاطمة صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ناقل ينقصه طهره هو الجنة بس في ناس ما بتستوعب معنى نور على نور يهد الله من نور أيضا ما هذا بيستوعب نور على نور ما هذا بيستوعب القيم المضاف للشيء نفسه الذاتي الإيقاد تكوين الذاتي الإيقاد من شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور شو نور على نور يعني هو مضيء فإن أوقته ازداد ضياء شو عندك مشكلة في ذلك من الذي لا يرى النور الأعشاء والأعمى واحد يشوف هايك والتاني ما بيشوف بالمور طيب هذا الكلام الأعلاقي لا يمكن للظلامي أن يتعقله أكثر من هايك وهو الظلامي لا يقول عن نفسه ظلامي الظلامي لا يعترف لكنه في عمقه يخاف من الضوء خفاش هذا ما بيقدر يعيش بالنا وطواط خفاش هذا مخلوق يخاف من الضوء استغنى عن عينيه لمصلحة راداره أو أن الله خلقه كذلك الظلاميون قد يسمون أنفسهم أنهم يولون أهل البيت لكن بيقول أنا ضد الخرافة وضدك أي أخوة أقولك أنت بحث ذاتك خرافي أي خرافة هذا تراث ثابت تعضده الآيات لمن ألقى السمعة وهو الشهيد يا أخي والله أعجب يا جماعة يا أخوين بتعجب وليس ينقطع عجبي إبليس في أسوأ من إبليس في أسوأ بلكم من هو الأسوأ من إبليس إبليس شيطان الإنس صديقي خذ مني إبليس لعنط الله على لما نعمل مشروعه وبسطه بين يدي الله دخل بمفاوضة أنظرني إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال له شو لح أعمل لأحتنكن ذريات فوتوا بإحناكم لأغوينهم جميعا إلا عبادك منهم المخلص إبليس يعرف أنه ثمة مقامات خارج دائرة الغوي وفي ناس من أبالسة الإنس ما بقر لهذه المقامات بعظمتها بربكم أيه الأسوأ إبليس ولا هاو أبالسة الإنس إبليس قال له لح أعمل وساوي وخربط بس ما بقربهم ما بقرب مش حفة نفس لأنه لا يستطيع أن يقترب لا سلطان له لأنه أدرك أكثر من هؤلاء البائسين مقاماتهم لا سلطان له عليهم هو عرف حدوده ليت شعري إذا كان إبليس قد ميز المقامات ماذا نقول في من يجرد أهل البيت عن مقاماتهم التي رتبهم الله بها تحت حجة أنه عشر بشر مثلنا مثلهم إيه بشر مثلنا مثلهم لكنهم أولياء والبشر الولي يزود بتشريعات استثنائية خير إن شاء الله يعني ما عنده خلايا عنده خلايا ما عنده دورة دموية عنده دورة دموية ينام ينامه تنامه عينها هنا بشر يوحى إله والوحي يقتدي تركيبة استثنائية مختلفة فما بالك إذا وصلت النوبة إلى سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين نجي منقول أنه كان لازم الزهراء تساوي كذا ولو ساوت كذا ولعلها لم توفقه ومينك أنت من أنت لتقول هذا الكلام نحن عمن بحبش عن العبارة التي لا تجعلنا نسيء الأدب بين مقامهم قلت نحن ننظر إلى أهل البيت بما ينجينا مش بما يحيينا نعم بعد ما وصلنا لمرتبة أن نحيا بهم هاي هات وين وقليل ما هم الذين يحيون بأهل البيت هو أبو دجان الأنصاري هو محمد بن مسلم الثقفي هو داود بن القاسم أبو هاشم الجعفري هاو الذين حيوا بأهل البيت هاي المقامات الشامع وين نحن أين نحن نعم أين نحن من هذه المقامة هي الزهرة أنا مستمر معكم على الأقل ثلاث حلقات إن شاء الله لا توقف حد على محمد من العراق سلام عليكم اتفضل محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد السلام عليكم ورحمة الله الصوت عندي يكاد يكون معدوم محمد وعليكم السلام ورحمة الله حييت حييت تفضل السؤال الأول نعم في دعاء الندبة في خطاب لمولانا صاحب الأمر عليه السلام بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاها بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى لو سمحتم ما معنى هذه العبارات كرر مولانا كرر يا أستاذ محمد العبارات لو سمحت الندبة ما معنى العبارات ما معنى العبارات بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى نعم بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى نعم بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاها بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى نعم ما معنى هذه العبارات لو سمحتم السؤال الثاني السؤال الثاني تفضل محمد نعم هل الأجواء مثلا البرودة والحرارة وارتفاع درجات الحرارة والإخفاظها هل يؤثر على مولانا صاحب الأمر يعني كيف يعيش الآن عليه السلام في أي البقاء يعيش في أي ظروف يعيش نعم السؤال الثالث لو سمحتم تفضل تفضل في قوله تعالى في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ما معنى عابري سبيل لو سمحتم نعم آسف الثالث شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله محمد اتصال آخر اتصال آخر من العراق السلام عليكم طقي من النجف الأشرف سلام الله على ساكن النجف فضل يطقي وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام عليكم السلام السؤال قال لكم فرق بين الموت طبيعي والقتل ولا هو ارتباط بالرجعة بالنسبة للقتل نعم الفقر الثاني من سؤالك كررها بالنسبة للقتل هل ارتباط بالرجعة هل ارتباط بالرجعة لموضوع القتل في ارتباط بالرجعة سؤال آخر احتقي شكرا لكم الشكر لك ماهر من العراق سلام عليكم ماهر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تحية لجنابك ولا سمح حياك الله فضل اذا ممكن سمحت الشيخ السؤال في صورة النحل صورة النحل آية 40 إنما قولنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لماذا الكلام هنا في صيغة الجمع الكلام بصيغة شو الجمع إنما قولنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لماذا الكلام في صيغة الجمع سؤال آخر شكرا لك سابحنا تحياتي جنابك ولا سمحت الشيخ شكرا لك نعم فضل سمحت الشيخ خلاص بدك توقف الأسئلة حتى ما نضطر نوقف فلن دعاء الندبة من دعاء عالي المضامين جدا يأخذ بمجامع القلوب نعم بي أبي أنت من عقيد عز لا يسامى تسمي العرب زعيمها العقيد لأنه يعقد رباط قومه فيقال عقيد القوم أو عميدهم ومن هذا اللفظ اشتقت الرتب العسكري التي بعضها آه كلام فقط يعني مجرد كلام فإذا كان للعز مربط عقد مجمع فيسمى عقيد العز فإمامنا صلوات الله وسلامه عليه عقيد وزعيم العز لكن ليس أي عز عز لا يمكن لا يسامى يعني لا ينافس في السمو شوف قداش دقيقة العبار فإذا يوجد عقداء للعز لكن ليس منهم البت من يسامى من يسمى أو يستطيع أن يسمى إلى رتبته إن أهل بيت لا يقاس بناء كذلك الأثيل من المجد ومن أثل فقد سبق وأثيل المجد هو السابق إلى المجد الذي لا يجاريه أحد ولذا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لعمه العباس تقضي عني ديني وكذا وكذا ويتكون لك حبوتي قال ومن يجاريك يا رسول الله وأنت تباري الريح انسحب وبقيت الوصية لعلي عليه السلام تلادي نعم لا تضاه عندما نصف المجد في اللغة العربية ماذا نصفه بأنه مجد تليد يعني ليس مجدا مستعارا وإنما متقلبا في حالات الولادة هو مجد تليد موغل في السبق تكوين ومتكرر فيما سيأتي فهو تليد نعم أو تلاد نعم لا تضاه وأي نعمة أكثر من أن يكون لنا إمام فلا نضيع هملا ومن يضاه هذه المرتبة أستاذ محمد أيضا الشرف يوزع بين الناس ولكل من الناس نصيب من الشرف والنصيب هو الحظ يقال لفلان لفلان حظ من كذا يعني له نصيب من كذا ولذا في لغتنا الديرجي ماذا يسمى حاشا لله طبعا عن بضرب مثل هاي الأوراق التي تبع بسموها ببلادنا اليا نصيب يا نصيب يعني حظ حظ أخذ إمامنا من السماء نصيبه من الشرف بما لا يساويه أحد العبارات الأربعة كلها في سياق وان نعم كالغطارفة والقماقمة التي وردت في الدعاء وإن شاء الله ما بتنسانا يا أستاذ محمد من دعاك أسناء ما أنت عم تدعى بدعاء الند الأجواء من البرودة والحرار هل تؤثر على مولانا صلوات الله والسلام علي صاحب الزمان بأي ظرف يعيش والله مولانا ما عندي في هذا إلا ما أتحسر عليه في دعاء الند أبي رضوى وين أين أنت شوف حركة صاحب الزمان سلام الله علي غير غير حركتنا غير حركتنا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه وعفريت من الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا إذن لن يكون إمامنا ابن محمد وعليه والزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لن يكون أهوا على الله لا من عفريت من الجن ما سليمان جنرال عن سليمان إذا مش كابورا أقال أفريت لا أكتر شوائد يعني دخل إلى كله الحربي في مكانه ولن يكون أهوا على الله من وصي سليمان كما لن يكون أهوا على الله من سليمان نفسه لأنه بقية الله بقية الله الخلاصة فحركته مفترض أن تكون في هذا حركة ولي حركة ولي ما مضطر أن يأتي بال بال بالعرش بالقيس ويشدد أني عليه لقوي أمين يعني بغلفه بظبطه بحيث الحرارة ما بتحرق الاحتكاك بالهواء لا لا هيدك بدون شي الولي قبل أن يرتد إليك طرفك وهو يقول إن وإن كنا ثاوين كذا فإنه لا يعزب عننا من أعمالكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن إن لم يكن هو رأس المؤمنين فمن يكون هلأ الحرارة والبرود أنت تقرأ أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يلبسون في الشتاء لباس الشتاء وفي الصيف لباس الصيف هل يلبسونه لأن الواقع يتطلب ذلك أو لأن الظاهر يتطلب ذلك هذا من مختصاته معصول حتما حتما الإمام يملك جسدا مميزا وإلا لو لم يكن كذلك لما عاش هذه الحقبة الطويل حاله في العيش مش في كل شيء كحال الخضر عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه هلأ ربما يقال في الخضر ما لا يقال في الإمام صلوات الله الخضر عبد من عبادنا ربما ربما يزداد يزداد خبرة وتخضرما مع مرور الأيام هذا الكلام لا يسري بحق إمامنا لا أعاة ما أحد يقول أنه طول الغيبة تجعله مخمر بالتجارب هذا إمام منذ أن ولد ما ينطبق عليه ربما ما ينطبق على الخضر ربما لا ينطبق عليه في كل الأحوال نعم ففعلا سؤالك أنا لا أستطيع الإجابة عليه إنما حمت حول الحما ولك أن تقدر فعلا ما بتجرأ طالما ما عندي ناص أن أقول لماذا سلام الله عليك بس حتما حتما يحمل همومنا وحتما يبكي كل صباح ومساء على ظلامة أهل بيته عامة وظلامة جده الحسين خاصة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا ولا جنوبا إلا عابري سبيل شوف أنا سبق أن تحدث مرارا وتكرارا عن أن الخمر محرم في الدين الإسلامي منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله لكن إعلان التحرين كان على تلك المراحل التي ذكرها القرآن لكن أحياناً يعبر القرآن عن الفعل بمكانه أو جاء أحد منكم من الغائد ربما ربما يعبر عن المسجد بالصلاة هنا حملها المفسرون أن الجنوب لا يستطيع أن يدخل المسجد وهو موضع الصلاة جنوباً إلا أن يكون عابراً يعني يدخل من باب ويخرج من باب هذا ينطبق على كل المساجد إلا ما استثنية وهي المساجد الأربعة فلا يمكن الدخول إليها للجنوب حتى ولو عبوراً وهي المسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الكوفا وبعضهم يعني يقول بحائر الحسيني صلى الله عليه و سلامه عليه هذا ما يحضرني الآن من من تفسير الأهل هل ثمت فرق بين الموت والقتل يقول تقي من النجف نه ثمت فرق لو لم يكن ثمت فرق لما قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل في فرق بين الموت والقتل والقتل هو ازهاق نفس من قبل شخص آخر أو من قبل هو نفسه قتل نفسه ازهاق روحه هل ثمت رابط بين القتل وبين الرجعة بالرجعة سبق أني قلت أنا أنه لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا سواء مات ميتة طبيعية أو قتل قتلة نعم ورد إذا كنت تلمح إلى ذلك هذا بحث طويل لا أستطيع الآن بسطه لديق الوقت ليش قال تعالى لا يذوقون إلا الموتة الأولى ما هو السبب ومن هم هؤلاء الذين لا يذوقون من الموت إلا الموتة الأولى مما يعني أنه ثمة من سيرجع ليذوق وبال أمره الموت مرة يكون رحمة لصاحبه ومرة يكون نقم على صاحبه لا شك أن الذين سيذوقون موتة ثانية سيذوقونها بعد حساب في الدنيا قبل الآخر أخ ماهر من العراق الله سبحانه وتعالى يعبر مرة عن نفسه بياء المتكلم كقوله ونفخت فيه من روحي بالمفرد نفخت ومرة بنفس السياق يقول فنفخنا فيها من روحنا الجمع الجمع في اللغة قد يكون للتفخيم فإذا أراد الله أن يفخم أمرا أو يعني يجعل من هذا الأمر أمرا تفخيميا عبر عنه في الأعم الأغلب بصيغة الجمع إذا أردنا أن نقول له كن فيكون هذه الإرادة الإلهي حتما لا يشاركه فيها أحد لكن قد يكون لها تراتبي للوصول نعم أما نفخت فيه من روحي بدون واسطة وبشارة تراتبي الآن أولا يوجد ملائكة موكلون بأمر الرياح وبأمر المطر وبأمر البحار وبأمر هؤلاء ليسوا أبدا ولا أحد يقول إنهم شركاء لله عز وجل أبدا هؤلاء منفذون لأوامر الله عز وجل لكنهم مشتركون في تنفيذ الفعل مش في الإرادة بالتنفيذ فالإرادة إذا تراخ زمان وصولها شيء وإذا كانت بسرعة شيء آخر وإذا كان الله يريد أن يفخم الأمر كن فيكون هنا الأمر من العظمة بحيث أراد للسامع أن يقع في عبارات التفخي هاي كل آي بآيتها وليس ليس ثم تعطبات في البيت تلاحظ كل آية بآية القاعدة أن الجمعة يستعمل عادة للتفخيم في الأعمل الأغلب والتفخيم للشيء إرادة من الله للسامع أن يعني مزيد من التبصر نعم اسمح لي بفاصل ثم نتابع فاصل قصير نتابع الأسئلة مباشرة فاصل قصير مشاهدين الأعزاء نتابع من بعده تلقي اتصالاتكم كونوا معنا كرما لعب اشتركوا في القناة محمد وأتمها بخلافة المولى وتنزل القرآن عند محمد وكمال تأويل الكتاب غدا وإلى معاريج السماء محمد يرقى فيلقى عند سدرتها ويقيم صرحا للجهاد محمد من ذا الذي صرع العتاة سوى في خندق الأحزاب نادى محمد من ذا لعمر فانبرا يمضي وكذاك في أحد أصيب محمد فر الجميع وكان كرارا فلرحمة البار علينا محمد والصدمة الكبرى على الأعداء ومدينة العلم العظيم محمد والباب للصرح المبين غدا فاعلم لواء الحمد باسم محمد ونراه في يوم القيامة مع والحوض يهم الورد ملك محمد لكن مصاقي عليه غدا وأتم بالإيمان دين محمد وبها تسمى يوم خندقهم أعطى إلهي كوثرا لمحمد من زوج الطهر البتول سوى ويحج في بيت الإله محمد أوليس من بيت الإله أتى والجنة المثلى لدين محمد لكن بشرط دخولها تهوى والنار ما خلقت وحق محمد إلا لتصل الحاق دين على والجنة والنار كل محمد وقصيمها يوم الحساب غدا وعلي يدعو ربه بمحمد ومحمد يدعو بحق أخي علي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرحب بكم مجدد المشاهدين الأعزاء نرحب بكم سمحت الشيخ مشكور يا حبيبي معنا أبو حيدر من كربلاء المقدسة السلام عليكم أبو حيدر تفضلوا أبو حيدر أبو حيدر من كربلاء يبدو ما عم يسمعنا أبو حيدر اتصال آخر مصطفى من العراق تفضلوا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى تفضل نعم أخ مصطفى فضل سؤالي هو أنه أيام صدام نعم كانت جريدة بابل اللي تابع العدي تنشر مقالات عن المهدي تارة بأقلام شيعة وأغلبها بأقلام سنة ووهابي نعم وكان الحديث مركز على الإمام المهدي عليه السلام نعم فكانوا يطرحون جزيرة والله ينسيت شنو اسمها طيب الجزيرة هاي اللي تكتفي بها البواكر وال أنه الإمام مكانه هذي الجزيرة هم هايذا مكانه الإمام هاي الجزيرة الخضراء الجزيرة هاي الجزيرة هاي الجزيرة اختفت بها طائرات ومواخر طيب إلى آكتره نعم وفيه هناك هاراة جزيرة الخضراء سمعت الشيخ نعم فيه حدو طيب فأزا ما بقت ياخد حدو نعم عزيزي أخ مصطفى كثرت الأقاويل والتحليل والناس عادة تتعلق بالغيب لأنها مفطورة على ذلك نعم هلأ أن يكتب في جريدة كذا في زمن كذا وهابي غير وهابي شيعي غير شيعي موجود في هاي الجريدة وفي غيرها أولا لا يوجد جزيرة اسمها جزيرة برمودة برمودة فيه مثلف برمودة ومثلث وهمي يقع رأسه بأسفل المياه الإقليمية لولاية فلوريدا الأمريكية ونزولا إلى تقريبا أواسط بحر أواسط شمال بحر الكاريبي ثم يرتد إلى ضلعه الآخر إلى سواحل كوبا ومن ثم صعودا إلى نفس النقطة التي انطلق منها وهي فيها ظواهر غريبة ومدهشة و فقدت فيها طائرات وحيكت حولها حكاية بعضها لا أساسا لهم الصحة وبعضها صحيح وبعضها صحيح بس ما هو الربط بين أن تفقد طائرة في الحرب العالمية الثانية أو باخرة أو يسمع آخر ما يسمع من الطيارين نداءات استغاثة بأصوات مكلومة يعني كأنما يمزق هذا يشي بوجود ظاهرة غريبة بعدني بسألت ما هو الرابط بين هذه الظاهرة وبين أن يكون هذا مسكن للإمام سلام الله عنه أنا أقول لك الرابط أن ثمة روي نقلت في وقت متأخر ليست عن المعصوم عن رجل تاجر سافر غربا فوصل إلى الجزيرة الخضراء وروي طويل جدا وجد فيها فلان القاسم من أبناء الإمام سلام الله عليه وأنها مقر مش لإقامة الإمام لا لا مقر لمن هم حول الإمام سلام الله عليه أو من هم من ذرية الإمام ممن كشف لهم أنهم من ذرية الآن تسألني هل تأخذ الرواية كما هي أقول لك لا ما يعني أنا متوقف فيها توقفا جازما حازما ما فيني أولا مش متصلب بمعصوم حتى نقر رواي قوي ولا ضعيف ولا نجر عليها الغير المعصوم هذا رجل قال يحتمل في حقه الصدق ويحتمل في حقه الكذب كما يحتمل في من نقل عنه الصدق والكذب تخيلوا الناس بعدما أم تنظهر للناس موضوع مثلث برمودة حتما بعد اكتشاف القارة الأمريكية بسنوات طويلة في حين أن رواية الجزيرة الخضراء الموجودة في بطون بعض الكتب أقدم من ذلك التاريخ هذا واحد فإذا لا مثلث برمودة ولا علاقة له لا لأنه الآن إذا إجا واحد تحمس وتبنى أن مثلث برمودة وهو الذي تشير إليه هذه الحكاية السردية العجيبة الغريبة وثم طيب الآن إذا اكتشف ما في مثلث برمودة والآن كثير من السفن تمر به ولا يصيبها شيء ولا ولم يعثروا على أراض على أراض على جزر ربما ربما تصاب بعض بعض الأقمار الصناعية بالتشويش حين المرور فوق أو حين المرور العبور فوق ذلك ربما في تقارير هالشكل كثير منها من صناعة الخيال والإلهاء العلمي بقصد إنشاء صدمة لدى أجهزة مخابرات في كثير من الدول التي تعتمد هذه الأسليب ليوفوا ما يوفوا إلى آخره مما هو كثير منه غث لا يغني ولا يسمن من جوه هل الأمر المركزي أن الإمام موجود نعم موجود هل الإمام يتزوج لا مانع هل ثم تمانع الكلام هل تعلم زوجته أنه الإمام هل تعلم أولاده كلهم ونسله أنه الإمام ليس بالضرورة ليس بالضرورة هذا من جهة هل له أصحاب وأبدال نعم هنا أقطع جازما لوجود روايات أن له أصحاب لا ينقصون كلما توفي أحد منهم انتدب أحد آخر وهم من عيون الأبدال الذين يؤنسون غربته ويحملون النموذجي التي ينبغي أن تبقى قائمة فيك تأخذ أسئلة ما عندي مشكلة بعد معنى وقت فالإمام يعيش حياة طبيعية مثله والزواج سنة ولا مفروض وفق الجري العملي أنه لا يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسنة الأنبياء من قبلي استثناء عيسى أبن مريم أيضا هو استثناء لعلة صلوات الله وسلامه عليه هاي مسألة برمودة والجزيرة الخضراء والآخر لا يوجد فيها شيء على نحو الجزم وبالتالي حتى لا تصاب الناس بخيبة معها الآن يستكشف سنطي سنطي مثلث برمودة ربما ثمت فراغات كونية ما في تلك المنطقة أثرت شوشت ضيعت أغرقت غيرت بدلت مسار سفن إلخ 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 وربما وبعضهم ذهب بتحليله إلى نظرية كبيرة جدا أنها ثقب زمني يتوقف فيه الزمان أنه كذا أنه كذا لا يمكن الركون بشكل جازم لكن ما هو جزمي وقطعي أن الاستكشفات تناولت كل سنتيمتر في تلك المنطقة وبالتالي ليس ثمة ما يريب إلا ما وقع أو سيقع مما يدل على حالي مغناطيسيما ثقب ما إلى آخره أما مسألة الجزيرة الخضراء التي وردت كحكاية فأنا متوقف فيها تمام التوقف وصنف في ذلك كثيرون من من علمائنا منهم رحمة الله على يذكر بالخير دائما مرحوم السيد جعفر مرتضاء الذي نفى هذا الأمر نفيا علميا في ما أدى إليه تحقيقه أنا شخصيا متوقف يعني مني مضطر أن أخوض في هذا الآن أنا بالحقيقة وبالواقع ألتزم في غيبته بدعاء الغريق سلام الله واللهم كل وليك العجة بن الحسن وأكثر من الدعاء بالفرج وإذا بدي طبق على نفسي ما أورده المحقق رحمة الله عليه الزنجاني في كتاب مكيال المكارم وين ما زلنا بعيدين مكيال المكارم في أحوال القائم سلام الله عليه وهو مجلدان مجلدان من أنفس الكتب التي يمكن أن تحويها مكتبة إذا بدنا نجي نلتحق بهذا الأمر بدنا أوقات طويلة حتى نكون عند حسن ظني إمامنا صلى الله سلام سلام محمد من العراق محمد سلام عليكم تفضلوا وعليكم السلام محمد شعونك سلام أهلا ومرحبا تفضل سمحت الشيخ أدي سؤال وسبح ارفع صوتك فضل محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بس أحب أسأل سمحت الشيخ تفضل تفضل حبيبي الثلاثمية وتلاثمية 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 وتلاث صغرى. نعم شكرا لك محمد. فضل سمحت الشيخ. خليني اكد على انه ليس ثمة عصمة صغرى. عصمة واحدة. اما معصوم او مو معصوم. ما في حالة برزخي. الا ما ورد النص فيه. اشهد انك مضيت على ما مضى عليه البدري يوم. هدا نص. هدا صرنا بنحكي بامور غير العصمة. بنحكي بي. قضرا مولانا في شخص ينتظر على الهاتف. اذا بعد منلحق اليوم يعني الليل. نعم. ابو درغام من العراق تفضلوا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ابو درغام. تفضل. الله بطيك يا عبد. اهلا شكرا. عفاك الله. شكرا في سؤال ولا وزعم عليك في سورة الجاثية في الآية رقم سبعة. اه يقول وين لكل الفاكن قتيم. ابناءة الآية يقول يعني الميس مع آيات الله فبشروا بعذاب عليم. اه والآية رقم ثمانية يقول اولئك لهم عذاب مهيم. وفي آية رقم تسعة اه ولهم عذاب عظيم. وفي الآية رقم عشرة ولهم عذاب من رجز اليم. يعني هاي الانواع العذاب الاربعة. كل واحدة الها نوع من هالك تسمية مجدد القرآن. هالين انواعهم وعذاب في الآخرة شلون. نعم. نعم. واضح ابو درغام. نعم. ممنونك عبيب. شكرا لك تفضل السبعة الشيخ. ال 313 هم قادة الامام سلام الله عليه. اذا تمت عدتهم وقيمة الحج. مه. التي قال عنها علي عليه السلام. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. مه. 313 ليسوا معصومين. مه. وإلا ما حاجتهم الى المعصوم. لكنهم اكثر الناس في زمانهم تسليما للمعصوم. مه. وفيهم نقباء اثنى عشر. وبالاثنى عشر فيهم نقيب. مه. يعني خلانا نقول الوزير الاكبر. مه. للامام سلامه. هل عندهم علم بانهم من اصحاب الامام ليس لديهم هذا العلم. في حياتهم. ربما يخبرون بذلك قبل برهة. ليش. المتتبع للروايات يقول كثير من الروايات يصلح الله امره في ليلة واحدة. يعني الامام كان امره والعياذ بالله فاسدا او غير صالح فاصلحه الله في ليلة واحدة. هو المصلح الاكبر. يصلح امره. هم من امره. فيصلح امره. 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 يبلغون. ولذا يتنازعون اليه كقزع الخريف. قزع الخريف ورقة الخريف. اذا هبطت. ضهبت بهالشكل. ربما هبوطهم كهبوط الطائر. يعني يفقد الرجل منهم من على فراش بيته. يعني فلا يسأل عنه احد. لانه صفتهم معروفون في السماء مجهولون في الارض. على رأيكم العراقيين يعني على باب الله. على باب الله. هؤل الذين سيقودون العالم. اخر همهم الانغماس في من غمس به الاخرون. نعم. ثم تأمر ملفت. انهم يتقاطرون اليه في المسجد الحرام. يعرف بعضهم بعضا. يعرف بعضهم بعضا. من قابل مو معلوم. الروي. ودي اسأل سؤال. يعني الان لما بتروح على الحاج انت. مو معلوم ان من هم هناك. مخالفون لمذهبنا. اذا شفت واحد عم بالبقيع. بالبقيع. عم يقرى دعاء الندبي. شو بيكون. اباضي ولا مالكي. نعرف بعضنا. نعرف بعضنا. احيانا احيانا السمت. اذا كان الرجل ذا فراسة يعرف من السمت. من كيفية الصلاة والجاهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومشاكل ذلك. مما هو من مختصات مدرسة الامامي. ومن نمستحي. حياتنا ما استحينا. ولن نستحي. اه بهذا الامر. ثلاثمية وثلاث عشر حتما لا يعلمون الا قبل برهة. نعم. هم هيئوا انفسهم. وهم يتوقون اليه اه توقى الطفل لحضن امه. وهو سلوات الله وسلام عليه. يقعون في نفسه موقعا حسنا. لان الرواية تصفه بانه واضعا سبابته على فمه من فوق اللثام. ويجيل ببصره الشريف. اه اخ ملا لحظة. هاي. تلك اللحظة التي ينتظرها الكون. يجيل ببصره الشريف في اروقة المسجد الحرام. وهو بين الركن والمقام. حتى اذا اكتملت عدة اصحابه يعرفهم. حسر اللثام عن وجهه. ثم نادى بنداء جده الحسين صلوات الله وسلام عليه. ثم يمد يده ويده هي العليا. ويقول هذه يد الله فبايعوه. السلام على يد الله. السلام على سفير الله. السلام على باب الله الذي منه يؤدى. السلام عليك يا ديان الله. ويا ديان دين الله. السلام عليك يا صاحب الزمان. عجل الله تعالى فرجك الشريف. سهل مخرجك. جعلنا الله من انصارك واعوانك الذابين عنك. المستشهدين بين يدك. ابا درغام الى الاسبوع المقبل ان اقام الله من الاحياء بعيون. وهي لفتي مباركي منك الى هذه المعاني من الآية. ادامك الله سمحت شيخ. شزيل الشكر لك. الشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحايا الفرق العام لدونتم في كلاءة الله. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. موسيقى 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 موسيقى